هذه صورة لكارل يونس وأنا متأكدة أننا نقطب اسمه بطريقة خاطئة إنه رجل سويدي عشف في فترة سبعينيات وقد كان رائداً في علم التصنيف الحديث إن كلمة تصنيف إذا أعدها إلى أصلها فستجد أنها تعني حقاً علم تصنيف الأشياء ولكن عندما يتحدث الناس عن التصنيف وخصوصاً في حالة كارل يونس تجدهم يتحدثون عن تصنيف الكائنات الحية فالتصنيف تصنيف الكائنات الحية تصنيف الكائنات الحية ابتكاره الفعلي قبل أن يحدث ذلك لحظ الناس أن هناك أنواع من الحيوانات وإن الأسود لديها خصائص معينة التي جعلتها كلها أسود ويمكن أن يحدث تهجين وأمور كهذه وإن القردة والشامبانزي يمكن أن يحدث بينهم تهجين وينتج عن ذلك نوع آخر من الحيوانات والتبابة القطبية كانت نوع آخر وإن البشر كانوا نوع آخر من الكائنات الحية ولكن ما قدمه هو أنه قرر دعوني لا أصنف الحيوانات إلى أنواع فربما يمكنني تقسيم الأنواع إلى تصنيفات أخرى ومن هنا نحصل على الجنس نحصل على الجنس فتقوم بتصنيف الأنواع المتشابهة إلى جنس واحد وقد عدى ذلك لأن حتى فكرة تقسيم الأشياء إلى الجنس كانت تعود إلى العصور الغريقية فقد قال حسناً لماذا لا أصنف الأجناس المتشابهة مع بعضها البعض إلى الرتب والرتب إلى صفوف ومن ثم الصفوف إلى ممالك حسناً ما فعله حقاً هو أنه قال حسناً إنه يمكنني أن أصنف ويمكنني أن أصنع شجرة بإمكاني صنع شجرة الحياة ويمكنني عمل هيكل بحيث يمكننا من فهم الكائنات الحياة بشكل أفضل وهذا هو سبب الحقيقي لكونه رائدة لعلم تصنيف الحديث ولم يكن لديه الكثير من الأدوات فكل ما تمكن من فعله هو الاعتماد على القوى على قوة ملاحظته فقد قال حسناً هذا النوع من الحيوانات لديه فرق أو يتكاثر بهذه الطريقة أو يبيض أو لا يبيض أو لديه عمود فقري أو ليس لديه عمود فقري فكان هذا أفضل شيء يمكنه فعله عندما قام بالتصنيف ولكن منذ ذلك الحين كان هناك الملايين من الإختراعات وكيف نفهم الحيوانات أو عالم الطبيعة وأدواتنا لدراساتهم فلم يكن يعلم كارل عن شيء واحد وهو نظرية داروين للتطور الإنسان إن فكرة الأصول الأسلاف والأجداد المشتركة وبين فهمنا لنظرية داروين ومقدرتنا على مراجعة السجل الحفوري الذي يساعد على أن نكون أكثر دقة في اكتشاف في اكتشاف أي الحيوانات مرتبطة بالأخرى فيمكننا ننظر إلى إن كان لديهم أسلاف ونرى إن كان حديثاً قديم وما لم يكن عند شارلز داروين حتى والذي نستخدمه الآن كأدافة التصنيف وهو الدليل الجيني فالآن لا نحتاج إلى أن نعتمد على السجل الحفوري يمكننا اليوم دراسة الحمض النووي لأي نوعين ونقارن مدى تشابه الحمض النووي ويخبرنا هذا إذ كانوا من نوع آخر أو من نوعين مختلفين وهذا لم نجده في السجل الحفوري أو في أي وقت من الماضي انقسمت أو انقسم هذين النوعين إلى نوعين مختلفين الآن أود أن أشرح هذا أكثر إنه شيء أتعلمون إنه شيء لقد كان الأمر مبهم بالنسبة لي في البداية عندما كنت أستكشف فكرة التصنيف إن التصنيف فن بقدر ما هو علم اليوم يتناقش الناس حول الطريقة المثلة لتصنيف الأشياء وما يجب أن نركز عليه وإن الحمض النووي هو الوسيلة المثلة حتى الآن في إعطائنا طريقة منظمة وتحليلية أكثر في مدى اقتراب فصائل حيوانين ولكن بمدى أوسع لهذه المصنفات في المملكة إلى شعبة وصف ورتبة وفصيلة وجنس ونوع إذن إلى شعبة وصف ورتبة وجنس ونوع هذه معتمدة من قبل المصنفين الأوائل ولكنهم كانوا بإمكانهم التقسيم على مستوى أوسع أو مستوى أعمق فهذه الأشياء هنا تعتبر تعسفية بعض الشيء وبالطريقة تحليلية أكثر هي أن تلاحظ مدى التشابه والاختلاف وتستطنم هذا في مقاييس لمدى بعض أصول الحيوانين أو يجب أن أقول أصول نوعين لأن التصنيف لا يطبق فقط على الحيوانات بل على النباتات والبكتيريا والبكتيريا القديمة وجميع الأشياء فهي فعليا شيء أوثع من الحيوانات فقط الآن إذا خرجنا عن الموضوع قليلا إذا خرجنا عن الموضوع قليلا سيكون من المسلي أن نسأل من أين أتى علم التصنيف الحديث وأين المجال الذي قاده كارل ليونوس أين هو الآن؟ ونستخدم هذا لمعرفة أين نكون نحن البشر في الصورة الكبرى ومن الواضح أنني أرسم جلس صغير جدا من عالم الكائنات الحية الذي نعلم به عالم الكائنات الحية الذي نعلم به الآن ولكنها على الأقل ترسم صورة صغيرة من العالم الكبير إذن يمكننا تسمية أنفسنا بشر ولكننا في الحقيقة جنس بشري نوعنا يمكننا تسمية أنفسنا بشر ولكن في الحقيقة جنس بشري هومو سيبيانس هومو يعبر عن الجنس ما أفعله الآن هو أنني أقول حسنا إن كان هومو يعبر عن الجنس والذكر أنهم لم يكونوا أنواع مختلفة ويرجح ذلك إلى أنهم تنافسوا في نفس الأنظمة البيئية وقد أصبحوا أنواع مهددة وسريعا جدا عندما تنافسوا مع سلالاتنا ولكن أحدث الأنواع الأخرى داخل الجنس والذين عرف عنهم هم النيدرثال الإنسان نيدرثال والمصطلح الرسمي له نيدرثلينسيس نيدرثلينسيس والآن إذا ذهبنا إلى الأعلى في شجرة الحياة وارتفعنا في التصنيف وسترى أحيانا أبعاد قبلية وأحيانا لن ترهب وإننا نميل إلى أن تصبح أكثر دقة عندما نقترب أكثر من البشر وعندما نبتعد قليلا في شجرة الحياة فإننا أحيانا نبتعد ولكن الوضع ليس هكذا فنقترب من أشباه البشر هومونينيا ولكن الأنواع الأخرى التي تكون في أشباه البشر والتي لا تكون في الجنس وأنا بالتأكيد لم أذكرهم جميعهم ولهذا أنا أشرح جزء صغير جميع الفرعيات الأخرى هنا هي ما نسميها الشمبانزي اسم نوعه هو بان اسم جنسه هو بان لذلك أنت تشير إليه على أنه سكن الكهوف وهذه أيضا اتفاقية أخرى قالها كارل يونسس بما تستطيع من خلاله تعرف على جنس معين من خلال الجينات ومن ثم الأنواع واستغلال الجنس وأنت في أقل حالة في الأنواع نحن في هومو سابينس وهذا 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 الترغوليتد أو عادة ما يسمى بشمبانزي الآن إذا سعت إلى مرحلة أعلى في الاتساع على شجرة الحياة سوف تجد العائلة ونحن في عائلة القردة العليا هومو نيديي هومو نيديي وأنا متأكدة أنني لفضتها مرة أخرى بشكل خاطئ ولكن فقط لأعطيكم مثال وأخيرا كل ما تكلمت عنه من قبل هو من هذه الفصيلة ولأريكم حيوانة ليس من هذه الفصيلة يجب أن تنظروا إلى الغوريلا يمكنكم أن تنادوها غوريليني غوريلا أو جي غوريلا هذا هو اسم النوع الحقيقي وهذه العائلة الموجودة هنا في بعض الأحيانة الاسم الشائع هو الكردة العليا الآن تذهبون إلى مستوى آخر السبب في قيامي بهذا هو أنا لست بأي معنى أبدو شامل لأنواع أخرى والتي هي في تلك العائلة ولكن ليست في قبيلتنا أنا أحاول أن أعطيكم صورة عن كل ما حصل على المزيد والمزيد من قبيلتنا أو عائلتنا أو نظامنا نحن نذهب إلى أشياء لديها سلف مشترك مع الإنسان ارجعوا في الزمن كثيرا إلى الوراء التشابه الجيني يصبح أكثر اختلافا وحتى الصفات الجسدية إذا نظرنا إليه من مستوى سطحي جدا سيصبح مختلفا أكثر وأكثر حتى أنك تصل إلى فئة أوسع وفي هذا المكان تجد الرئيسيات وهذا ربما تكون على معرفة به ومصطلح رئيسيات هو مصطلح عام هذه الحيوانات التي نراها تعيش على أشجر أو في الغابات الماطرة أو أنهم سلالة من الأشياء التي تعيش على الأشجار أو لديهم هذه الأشياء التي تساعدهم على الإمساك بفرائسهم لديها القدرة على تسلق على نطاق واسع الإنسان هو أخطر شيء في الرئيسيات عند القفز أو المخاطر ولكن هذا التصنيف العام الذي بشكل عام نفكر به عندما نفكر بالرئيسيات وإذا فكرنا بالرئيسيات التي ليست من القردة العليا عليك أن تفكر في شكل القرد بابون إذن هذا الذي هنا هو بابون، البابون، قرد البابون إنه من الرئيسيات ولكنه ليس من فئة القردة العليا وربما من سلالة أو أصل آخر بعض البابون لا يعيشون على الأشجار ولكن كلهم ربما من سلالة الأشياء التي تعيش في البادية أو على الأشجار ولهذا أيديهم وأرجلهم تظهر مناسبة لما يكمون به والآن أنت وصلت إلى مستوى أوسع من التصنيف وصلت إلى أثديات ومن جديد ربما هناك شيء تفكر به أثديات تتنفس الهواء لديها فراء أو شعر ويجب أن يرتعوا الحليب لصغارهم وغدد الذاكرة لديهم نشطة وهناك الكثير من الأشياء التي تصنف ضمن أثديات أنا لا أريد الخوض في هذا ولكن أعطيكم مثال على أثديات ليست من الرئيسيات ويمكن أن أريكم الدب القطبي هنا هو من الثديات ولكنه ليس من الرئيسيات ومن الممكن أن أريكم النمر ويمكن أن أريكم زرافة أو حصان ليس من خلال الخيال أكون شامل دعونا نحافظ على نطاق واسع دعونا نذهب إلى الصف أو نحن أصلا في صف أثديات دعونا الآن نذهب إلى الشعبة فايلم والبشر وكل أثديات هي من شعبة الحبليات الحبليات ونحن في الواقع في شعبة فرعية من الحبليات وأنا لم أكتب هنا الفقريات مما يعني أنه لدينا عمود فقري لدينا العمود الفقري مع حبل شوكي ولكن الحبليات عامة قليلا من الفقريات الحبليات في التصنيف هي شعبة حيث يكون هناك فم وجهاز هضمي وأيضا فتحة شارج وعمود فقري والدماغ والعيون والفم إنهم نوعا ما في نفس المكان إذا فكرتم بكل ما ذكرته هنا وهو نوعا ما نفس البناء العام لديك عمود فقري لديك دماغ ولديك فم والفم يؤدي إلى المريء وفي نهايته توجد فتحة الشارج ولديك عيون في مقدمة الدماغ وهذه الطريقة العامة أنا لست دقيقة هنا هذا كيف تصف أنت الحبليات لنرى حبلية وليست من أثليات عليك فقط أن تفكر في الأسماك والقرش إذن هذه التي هنا هذه التي هنا هي ليست من أثديات بل هي من الحبليات هذا هو القرش الأبيض أدعونا نتوسع أكثر أنتم ترون الآن بأنه ليس كالإنسان إذن أنت ستذهب إلى مستوى أوسع الآن الآن نحن في المملكة الحيوانية هذا المصطلح واسع جدا يتحدث عن الفئة الواسعة التي تحدث عنها كارل يونس وفي الواقع ذهب إلى شجر كذلك إذن عندما تتحدث عن المملكة الحيوانية عندما تفكر في أشياء من الحبليات أنت تبدأ بذهب إلى الحشرات وبذهب إلى أشياء مثل قنديل البحر وإذا ذهبت إلى بشكل أوسع فإننا سنتحدث إلى شيء ما يسمى بحققيات النوى كأنها تحتوي على خلايا داخل هذه الخلايا يوجد بناء معقد إذن إذا كنت كائن حي سيكون لديك بناء معقد وإذا كنت بداء النوى لن يكون لديك بناء معقد داخل خلاياك بدائية النوى غير الحيوانية بما فيها النبات ومن الواضح أنني لا أحكم بالعدل على كل هذه فروع شجرة الحياة هذا جزء صغير من شجرة التصنيف دعونا نذهب إلى أعمق من ذلك لذلك إذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك ما هو نوع الحياة لمن هو غير حقيقي الخلية لن يكون لديه هذه الخلايا معقدة البناء تلك هي المايتوكندورية الموجودة في الخلية أنوية الخلية ثم يجب أن تفكر بشيء مثل البكتيريا وإذا أردت أن تذهب إلى ما هو أوسع من ذلك هناك أشياء مثل الفيروسات يمكنك أن تتناقش حول إذا ما كانت هذه الفيروسات حية أو لا وذلك لأن الفيروسات تعتمد في حياتها على كائنات حية أخرى لتتكاثر ولكن الفيروسات لديها كل المكونات الجينية ككل الكائنات الأخرى وهذا بالنسبة لي كأن عقلي يعطيني فكرة عن نبات مختلف انظر إلى النبات الموجود في منزلك الآن أو إلى الشجرة في طريق عودتك لمنزلك أو البكتيريا أو كنديل البحر هناك قاسم مشترك بينها وهو الـ DNA هذا الـ DNA هو الجزء الأكبر يتضعف بطريقة متشابهة جدا جدا إذن من الجنون أننا نقولون كل هذه الكائنات لها علاقة ببعضها البعض مع أننا لا نملك الأسلاف ذاتهم أو شيء من هذا القبيل وهذا يؤدي إلى جعلي أطرح سؤالا ماذا عن الأشياء التي تشبه الفيروسات؟ على أي حال سوف أترككم هنا